اشتركوا في القناة حماية سماء مصر هم رجال لا مجال للتهاون في عملهم صواريخهم دائما مستعدة تعلن عن جهزيتها لأن تحيل السماء جحيما في وجه أعدائهم خمسون عاما وما زال العطاء مستمرا لفرض الإرادة وحسم الانتصار في الثالث والعشرين من يونيو عام الف وتسعمائة وتسعة وستين أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا جمهوريا بتعيين اللواء أركان حرب محمد علي فهمي كأول قائد لقوات الدفاع الجوي وسط موقف بالغ الصعوبة بالنسبة لهذه القوات التي كانت تواجه وقتها مركز ثقل العدو ممثلا في قواته الجوية حمل القائد ورفاقه على عاطقه مهمة إنشاء وتنظيم قوات الدفاع الجوي مهمتها الأساسية حرمان العدو من تفاوقه الجوي ومن التأثير على أعمال قواتنا المسلحة وحماية المجال الجوي لمصر قام القادة بدراسة العدو الجوي فسابقوا الزمن لتجهيز وتدريب أطقم القتال وتزامنا مع وضع خطط الدفاع الجوي عن مختلف الأهداف الحيوية بالدولة وإنشاء المواقع الحصينة على اتساع رقعة الدولة وبدأ الرجال في بناء حائط الصواريخ وتبلور الفكر في قيادة قوات الدفاع الجوي في وجهتين نظر الأولى ترى القفز بحائط الصواريخ دفعة واحدة إلى الأمام واحتلال مواقع قتالية متقدمة دون تحصينات مع قبول الخسائر المتوقعة لحين إتمام إنشاء التحصينات تحت حماية هذه المواقع بينما ترى وجهة النظر الأخرى أن يتم الوصول بحائط الصواريخ إلى منطقة القناة على وثبات وذلك بأن يتم إنشاء تحصينات كل نطاق تحت حماية نطاقه الخلفي فيما أطلق عليه أسلوب الزحف البطيء ابتدنا نخط أول لبنة في سنة سبعين لنصر أكتوبر في ثلاثة وسبعين وهو قرار إنشاء حائط الصواريخ في وثبات ثلاثة بأسلوب سمناه واختائز الأسلوب الزحف البطيء وتم ذلك في سرية أمة وفي صباح الثلاثين من يونيور عام الف وتسعمائة وسبعين فوجئت الطائرات الإسرائيلية المغيرة بالصواريخ المصرية تكبدها خسائر فادحة ولم تستطع قيادة سلاح الجو الإسرائيلي أن تصدق أن حائط الصواريخ أصبح حقيقة وقعة وهكذا سقطت هالة التفوق الإسرائيلي في يوم مشهود استحق أن تتخذ منه مصر عيدا لقوات دفاعها الجوي واستمرت طائرات العدو في التساقط وتهاوى معها الحلم في السيادة الجوية المطلقة مما أكبر إسرائيل للإلحاح على الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف مذبحة الطائرات الإسرائيلية وتقديم مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار وخلال الساعات التي سابقت وقف إطلاق النار تمكنت قوات الدفاع الجوي فيما يشبه المعجزة من استكمال حائط الصواريخ الأضخم في تاريخ الحروب المعاصرة وفقا للصورة النهائية التي كان من المخطط الوصول لها وأمكن مضاعفة عدد القواعد المكونة لحائط الصواريخ وامتد الحائط ليغطي بظله كل منطقة القناة ويفرض سيطرته تلك ملحمة تجلت فيها قدرات قوات الدفاع الجوي بإسقاط 326 طائرة وأسر 22 طياراً إسرائيلياً خلال أيام الحرب ليصاب سلاح الجو الإسرائيلي بالشلل التام وليستمر فرض الإرادة العسكرية للقوات المسلحة المصرية على جبهة القتال وتتعاقب الأجيار فتتوالى الصفحات المضيئة في سجلات الشرف وتشهد قوات الدفاع الجوي في عيدها الذهبي الخمسين طفرة هائلة ترتكز على أحدث نظم التسليح العالمية في إطار رؤية استراتيجية شاملة تتبناها القيادة السياسية تحت شعار من يملك القوة يستطيع أن يحافظ على السلام تطوير متلاحق شامل منظومة الدفاع الجوي بدءا من عناصر الاستطلاع والإنذار المزودة بأحدث أجهزة الرادار والمدعمة بعناصر المراقبة الجوية بالنظر على طول الحدود والسواحل المصرية وصولا إلى تحديث منظومة الصواريخ المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف وكذا المدفعية المضادة للطائرات لتصبح أكثر فاعلية في التصدي للعدائية الجوية ومجابهة أعمال الأعاقة الإلكترونية وحفاظا على أرقى درجات الاستعداد القتالي تولي قوات الدفاع الجوي اهتماما بالغا بتدريب الفرض المقاتل داخل الوحدات وتنفيذ العديد من المشروعات التعبوية والتكتيكية والبيانات العملية تلك التي تنتهي بتنفيذ الرماية الصاروخية بالذخيرة الحية والتي تحرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حضورها لتشهد مدى ما وصل إليه الفرض المقاتل من كفاءة واحترافية في تنفيذ المهام المكلة إليه وتتوالى إنجازات قوات الدفاع الجوي عبر تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لاكتساب الخبرات والتعرف على أسليب التخطيط والعمليات في هذه الدول وكان آخر هذه التدريبات التدريب المصري الروسي المشترك سهم الصداقة واحد والذي تم تنفيذه لأول مرة بجمهورية مصر العربية في نوبمبر 2019 بأطقم قتال مشتركة من الجانبي واختتم بتنفيذ رماية متميزة بالذكائر الصاروخية الحية مما يؤكد احترافية مقاتل قوات الدفاع الجوي المصري وقدرتهم على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وللوصول لأرقى مستويات الواقعية في التدريب بتنفيذ الرماية بأنظمة مختلفة المدايات من الصواريخ المضادة للطائرات لأول مرة خارج ميادين التدريب في تناغم كامل مع مقاتلات القوات الجوية والأسلحة المشتركة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وضيوفه من زعماء وقادة الدول وذلك ضمن فاعليات المناورة الاستراتيجية قادر عشرين عشرين التي نفذتها ويتواصل عطاء قوات الدفاع الجوي من خلال منظومة تعليمية تبدأ بكلية الدفاع الجوي إحدى أهم قلاع العلم العسكري في الشرق الأوسط وحجر الزاوية في تأهيل أجيال متعاقبة من خيرة ضباط العسكرية المصرية وتكتمل المنظومة التعليمية بمعهد الدفاع الجوي كمنارة تمتد أشيعتها للدول الشقيقة والصديقة بتأهيل الضباط للحصول على الفرق الحتمية والدراسات العليا واستمراراً للمحافظة على الصلاحية الفنية لمعدات الدفاع الجوي فقد شهدت ورش الصيانة مرحلة جديدة من التطوير من خلال القيام بأعمال الصيانة المختلفة وإجراء العمرات اللازمة للمعدات بسواعد أبنائها من المهندسين والفنيين المؤهلين على أعلى مستوى بالإمكانيات الذاتية عوضاً عن تنفيذها بالخارج ترشيداً للنفقات ولا تألو قوات الدفاع الجوي جهداً في الحفاظ على الروح المعنوية العالية لأبنائها المقاتلين حيث تقوم بإنشاء معسكرات الإيواء الحضرية بوحداتها المنتشرة في ربوع مصر هذا فضلاً عن عدد من دور الدفاع الجوي للترفيه عن الضباط وأسرهم ومن أحدث هذه الدور دار الدفاع الجوي بالعاصمة الإدارية الجديدة ودائماً وأبداً تفاخر قوات الدفاع الجوي بخيرة أبنائها فلا تنسى شهداء أهل الذين قدموا أروحهم دفاعاً عن الوطن بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء الدفاع الجوي عرفاناً بما قدمه هؤلاء الأبطال وتنضي مسيرة النصف قرن فتزه الأمر بما وصل إليه حماة السماء المصرية من طفرة تسليحية وكفاءة قتلية ليؤكد الرجال قدراتهم الفائقة على مواجهة التحديات والعدائيات فهم رجال يملكون القرار بفرض الإرادة وحسن الانتصار ترجمة نانسي قنقر